السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن النعت والنعت هو تابع يذكر ليوضح صفة من صفات المنعود ويطابقه في اعرابه رفعا ونصبا وجرب النعت تابع يتبع ما قبله في الاعراب لابد ان هو يقص حكم الاسم قبله سواء كان رفعا او نصبا او جرب مثال جاء الطالب الناجح كلمة الناجح نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهي تبعت ما قبلها كلمة الطالب تبعتها في الاعراب فكلمة الطالب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة اذا كلمة الناجح نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة وكلمة الناجح اوضحة صفة النجاح في كلمة الطالب وانواع النعت نعت مفرد ونعت جملة ونعت شبه جملة النعت المفرد مفهوم النعت المفرد هو ليس جملة ولا شبه جملة يكون كلمة واحدة وهذه الكلمة تعبر عن مفرد او مثنة او جمع يعني النعت ممكن النعت المفرد يكون عندي مفرد او مثنة او جمع المقصود بكلمة مفرد كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة والنعت المفرد يطابق المنعود في عدة اشياء منها النوع والعدد والتعريف والتنكير النوع بمعنى لو المنعود مذكر النعت يكون مذكر ولو المنعود مؤنث النعت يكون مؤنث والعدد بيطابق الاسم قبله في انه مفرد او مثنى او جمع التعريف بيطابق الاسم قبله سواء كان معرفة او نكرة لابد ان النعت يطابق المنعود في التعريف والتنكير مثنى نجح الطالب المجتهد كلمة المجتهد نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهنا هي تبعت كلمة الطالب في الاعراب وتبعت المجتهد والطالب يتطابقان في انهما مفرد وانهما مذكر وانهما معرفان بأل وانهما مرفوعان ثم مثال اخر سلمت على طلاب مجتهدين النعت هنا كلمة مجتهدين والمنعود كلمة طلاب والنعت والمنعود يتطابقان في ايضا النكرة في انهما نكرتين وانهما مجرورين وانهما مذكرين ويأخذ الحكم الاعرابي هو مجرور كلمة مجتهدين مجرور وعلامة جره الياء وكلمة طلاب مجرور منعود بمعنى ان انا ابحث في القطعة عن كلمة نكرة وابحث بعدها عن جملة اسمية او فعلية تكون هي في محل النعت لابد ان يجتمل النعت الجملة على ضمير هذا الضمير يعود على المنعود وايضا يطابقه في العدد والنوع وهذه الجملة موقعها الاعرابي بتكون جملة اسمية او فعلية في محل رفع او نصب او جر نعت طبعا لاعراب المنعود قبله الجملة بتكون ليست مرفوعة او منصوبة او مجرورة مثل النعت المفرد ولكن بتكون في محل رفع او نصب او جر مثال شاهدت طائرا ريشه جميل الكلمة المنعود طائرا هي كلمة نكرة واتى بعدها كلمة ريشه جميل هي جملة اسمية في محل نصب نعت واجتملت على ضمير ريشه اجتملت على الهاء تبعت ما قبلها اجتملت على ضمير طابق ما قبلها في النوع والعدد وهذه الجملة تكون في محل نصب نعت ومثال اخر حضر تلميز يحبه التلاميذ الكلمة النكرة كلمة تلميذ واتى بعدها وهي المنعود واتى بعدها جملة فعلية يحبه التلاميذ هي حتى يكون جملة النعت واجتملت على ضمير هذا الضمير يطابق الاسم قبلها في العدد والنوع وجملة يحبه التلاميذ هي جملة فعلية في محل رفع نعت لأن كلمة التلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والنوع الثالث النعت الشبه الجملة المقصود بشبه الجملة هو الظرف او الجر والمجرور ايضا الظرف او الجر والمجرور او النعت الشبه الجملة لابد ان هو يقع بعد اسم نكرة والاسم النكرة هو المنعود وشبه الجملة تأخذ ايضا الحكم الاعرابي للمنعود قبلها وبتكون شبه جملة في محل رفع او نصب او جر مثال وقف عصفور فوق الغصف أين الكلمة النكرة التي تكون منعود كلمة عصفور أتى بعدها كلمة فوق الغصف هي في محل رفع نعت شبه جملة في محل رفع نعت مثال آخر عرفت رجلا من الصالحين أين الكلمة النكرة التي ستكون منعود كلمة رجلا ننعت كلمة رجل أنه من الصالحين من الصالحين هي شبه الجملة الجر والمجرور وقعت في محل نصب نعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته